أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أشاد بتنامي مستويات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ما أصبح ركناً أساسياً في منظومة الروابط الراسخة بينهما كما نوه سموه بممتازة به علاقات البلدين عبر محطاتها المضيئة بالمواقف المشرفة بينهما والتواصل الأخوي الصادق في مختلف الظروف جاء ذلك خلال حضور سموه مأدبة العشاء التي أقامها سمو شيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على شرف سموه والوفد المرافق في أبراج الكويت وقال سموه ولي العهد إن الاهتمام والمتابعة المستمرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وصاحب السموه الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله ورعاهما تجسيد للحرص على رفض مسارات العلاقات الثنائية التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد حضر مأدبة العشاء من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد كما حضرها من الجانب الكويتي عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأشهد سموهما بقوة وأصالة العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة التي خلقت آفاقا رحبة لمواصلة العمل المشترك لمزيد من التعاون والتنسيق الذي يعود على البلدين الشقيقين وشعبيهما بالخير والنماء وعرب سموهما عن تطلع البناء للبناء على ما تحقق من مخرجات التعاون والتنسيق بينهما وعربين عن ابتياحهما للإمكانيات التي تحوزها مجالات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية